السلام عليكم معك سائد يونس من أجمل الأشياء في الحياة هي المعرفة والعلم والمعلومات ولكن إيش الفائدة لو أنت بتنسى كل الأشياء اللي بتقرأها اليوم رح نتكلم عن الذاكرة وتحديداً رح نحكي عن مجموعة من الطرق الممتعة جداً جداً اللي بيمكان أي شخص يطبقها حتى يزيد من مستوى الحفظ بشكل رائع ومميز حتى تصير الأشياء اللي بتقرأها ترسخ في ذهنك ولا تنساها على الإطلاق ولو بتحب تصير بطل في الذاكرة والتذكر خليكم تابع معنا حتى نهاية لأنه رح أشارك معك في نهاية هذه الحلقة طريقة بيستخدموها أبطال الذاكرة اللي هم بيشاركوا في مسابقات تنافسية شديدة لها علاقة بالتذكر والحفظ وهذه الطريقة على بساطتها ولكنها في غاية الفعالية ما تفوتك أكيد الطريقة الأولى استخدم أنفك وحقيقة هذه من الطرق الممتعة جداً واللي أنا شخصياً بستمتع كثيراً لما أستخدمها وهي تستند على قاعدة بسيطة جداً الأنف من الحواس أو حاسة الشم من الحواس القوية جداً اللي بتحفز عنا المشاعر بإمكانك أنت تعود بذاكرتك لموقف مثل المواقف اللي حدث وشميت فيه ريحة معينة ريحة مثلاً طبخة معينة أو رائحة عطر معينة أو رائحة جو معينة وهذه الرائحة لما تشمها مرة ثانية مباشرة بتستحضر في ذاكرتك الذكريات لذلك الموقف الآن كيف بدك تطبق هذه الطريقة؟ كيف بدك تفعل حاسة الشم؟ هذا يعود لإبداعك خليك مبدأ ممكن تستخدم معطرات جو مختلفة شموع بروائح مختلفة يعني ممكن أنت تجيب عطور مختلفة ولكل مادة من المواد ترش عطور معينة الطريقة رقم اثنين هي استخدام قبضة اليد وهذه المرة ما بدنا نستخدم قبضة اليد في القتال مع أي شخص ولا أنه حتى نئذي أي حدا لا قبضة اليد بناء على دراسة علمية أجريت سنة 2013 أثبتوا فيها أنه قبضة اليد لها علاقة بحركة أو نشاط الفص الأمامي الجزء الأمامي في الدماغ يعني لما أنت تسكر قبضة إيدك بهذا الشكل لاحظوا زيادة النشاط في الجزء الأمامي من الدماغ طبعا الإيدين الثنتين ودرسوا الموضوع أكثر فوجدوا أنه واحدة من اليدين تعطيك زيادة نشاط بيساعدك في الحفظ واحدة من اليدين تعطيك زيادة نشاط بيساعدك في استرجاع ما حفظته يعني في التذكر يعني لو أنت بتدرس الآن بدك تسكر إيد وجهة من الجهات وفي الامتحان لو بدك تسترجع المعلومة بدك تسكر إيد ثانية أو الجهة الثانية موضوع غريب جدا وموضوع حقيقة لازم أنت تجربه حتى تشوف فعلا هل في فائدة بالنسبة لك أو هل تلمس إلى فعالية أو لا وحقيقة كل الطرق اللي متحدث عنها بعض الأشخاص راح يلاقوها فعالة جدا وبعض الأشخاص اللي راح يلاقوها مش كثير فعالة فمن الخمس طرق اللي بنحكي عنها اليوم ممكن أنت تلاقي طريقة واحدة في غاية الفعالية واستخدمها وانطلق فيها يعني إحنا عم نتكلم عن مجموعة من الأشياء اللي ممكن تناسب البعض وما تناسب البعض الآخر لكن هاي الطريقة غريبة ولكنها مثبتة علميا ولذلك أنا بنصحك أنك تجربها مسبقا قبل ما تحكم عليها طبعا بالنسبة للجهات الجهة اليمنى جهة إيدك اليمين الحفظ واليد اليسرى التذكر يعني هون تخزين المعلومة وهون استرجاء المعلومة لكن أكيد هذا لا يعني أنه طول فترة الدراسة أنت لازم تظلك مسكر إيدك يعني أنت ماسك الكتاب ومسكر إيدك يعني بدنا نحاول نوازن في الموضوع حتى ما نجهد اليد يعني بعض المعلومات أو بعض القوانين لما تحس أنه فيه شوية صعوبة فيها أوكي دي إمكانك هيك تسكر الإيد وتجرب فعلا هل فعلا لما أنا أسكر إيدي بهذه الطريقة مثل القبضة قاعد بحفظ أسرع أو لا اختبر الموضوع بنفسك وارجعنا على التعليقات وخبرنا إيش صار معنا امتابعينا صديقي للنقطة التالية ولكن قبل هيك لو أنت بدأت تستفيد معنا وتحس بالطاقة الجميلة الموجودة في هذه الحلقة بتأطلب أنك طلب صغير أنك تحط لايك كبير بتضغط على زر اللايك بقوة حتى أعرف أن هذا النوع من الفيديوهات بهمك استفدت منه بتحب تشوف فيديوهات مشابهة وحلقات مشابهة في المستقبل لايك كبير ويلا نتابع طريقة الثالثة والحيلة الثالثة استخدم عين العقل دائما بيقول لك الواحد لما يعمل الإش الصح هذا عمل عين العقل طيب شو هي عين العقل؟ عين العقل بموضوع التذكر اللي احنا نتكلم عنه الآن هي عين الخيال الواسع الموجود عندك عين العقل وكأنك أنت ترى في عقلك أو ترى بواسطة العقل الصور المفعمة بالألوان والنابضة بالحياة من الأشياء الجميلة جدا اللي بتساعدنا في التذكر لما تكون المعلومات خصوصا جافة معلومات وحقائق ناشفة ما فيها حيوية لما تحاول أنت تربطها في خيالك بصور خيالات جميلة بصور نابضة بالحياة هذا بيسهل أنها تلتصق في الذاكرة وما تغادر بالمناسبة هذا يستند على قاعدة مهمة جدا من قواعد التذكر وجميع الطرق اللي احنا متحدث عنها اليوم مبنية على هذه القاعدة وهي أن العقل يتذكر أسرع كلما زادت روابط ما بين الأشياء التي يتذكرها الأشياء الجديدة وأشياء يعرفها مسبقا يعني فيه أشياء أنت تعرفها ومر عليك تتذكر الأشياء الجديدة أسرع لما أنت تربط القديم بالجديد أو الجديد بالقديم والدليل على ذلك لما تقابل شخص جديد إذا كان بيشبه حدا بتعرفه مش حتنساه آه والله إنه بيشبه فلان راح تتذكر اسمه راح تتذكر معلوماته لأنه خلاص صار فيه connection صار فيه رابط معين بين وبين شيء في الذاكرة عندك وبنفس الطريقة المعلومات وهذا السر اللي بدنا إحنا نستفيد منه بالطرق اللي بنتكلم عنها اليوم رقم أربعة قسم أو جزء المادة إلى أجزاء صغيرة أو لقم زي كأنك أنت بتاكل وجبة ضخمة مش هتقدر تاكلها مرة واحدة أنت محتاج تقسمها إلى أجزاء أو لقم لقيمات عشان تقدر تتناولها وهذا ممكن إحنا نطبقه مع مختلف أنواع المعلومات يعني حتى على مستوى الأرقام بإمكانك أنت لو بدك تحفظ أرقام طويلة رقم طويل بدك تحفظه لما تقسمه إلى أجزاء هذا بيسهل عليك حفظه ولو أنت كنت مبدع أكثر وحاولت تربط كل جزء مكوم من عدة أرقام كل جزء ربطته بصورة معينة في عقلك فصار عندك أنت مثلا هذا الرقم يتكوم من عشرين خانة رحت أنت قسمته إلى أربعات يعني كل أربع أرقام مع بعض يعني خمسة أجزاء كل جزء ربطته بصورة معينة في عقلك صار في عندك خمس صور كل صورة تستحضر أربع أرقام لاحظ طريقة شوي بدها إبداع وأبتكار لكن أنت لما تتعود عليها بتصير سهلة جدا ولكن نتيجتها مدهشة رحت تلاقي أنك أنت مستحيل تنسى هذا الرقم مستحيل تنسى خلاص الذاكرة صارت عندك دائمة بإذن الله تعالى والآن نيجي إلى النقطة الخامسة واللي حكيت لك في البداية هي من الطرق اللي بيستخدموها أبطال الذاكرة والأشخاص اللي بيدخلوا مسابقات تنافسية في الحفظ والتذكر وهي استخدم مكان الذاكرة مكان الذاكرة هو مكان في الذاكرة يستند على مكان معين في بيئتك اللي موجود أنت فيها يعني مثلا ممكن أنت تتخيل مكان في بيتك مكان أنت عارفه منيح عارف كل شيء فيه عارف الخزائن الجوارير الأدراج كل شيء موجود في هذا المكان أنت عارفه فبتبدأ أنت تتذكر هذا المكان وكأنك قاعد بتعمل مسح ضوئي لهذا المكان حتى تدخله في عقلك حتى تصير موجود في عقلك الآن مجرد ما أنت صرت مرتاح لفكرة أنه هذا المكان لما تغمض عيونك تتخيله بتشوفه بتفاصيله الآن بإمكانك لما تيجي تتذكر أو تدرس مادة معينة تصير تحط المعلومات تتخيل حالك وكأنك تضع المعلومات في أماكن معينة يعني لو أنا مثلا متخيل غرفتي أو متخيل غرفة معينة في البيت أو حتى متخيل المطبخ وخزائن المطبخ بصير أتخيل أنه أنا مثلا مادة معينة بفتح درج معين وبحط المعلومات ذات العلاقة بتلك المادة في هذا الدرج أو في هذه الخزانة مع التمرين رح تلاقي أن الحفظ صار أسرع والتذكر صار سريع جدا جدا لأنه أنت صرت محترف في مكان الذاكرة اللي هو المكان اللي أنت بتكرته داخل عقلك وهذه الطريقة بالضبط اللي بيستخدموها أبطال الذاكرة في حفظ واسترجاع المعلومات بسرعة شديدة جدا بصراحة الآن صار عندي فضول شديد أعرف أي طريقة من الطرق الخمسة اللي حكينا عنها اليوم عجبتك أكثر شيء اكتب لي في التعليقات طبعا ممكن تكتب واحدة أو أكثر لو أكثر من طريقة عجبوك وبالمناسبة يا صديقي من أكبر التحديات اللي بتواجه أي شخص يحفظ أي شيء إنه بينسى النسيان ولكن في طريقة مميزة جدا وسهلة بإمكانك تطبقها حتى تلغي تقريبا بشكل شبه تام موضوع النسيان من حياتك تعتمد على مبدأ اسمه منحنة تذكر وهذا مبدأ علمي عليه دراسات كثيرة وأنا شرحته بالتفصيل في هذا الفيديو لو أنت مهتم وأعتقد أنه لازم الآن تحضر هذا الفيديو عشان تكتمل الفائدة بالنسبة لك اضغط على الفيديو وبشوفك هناك السلام عليكم سيد يونس